ما نشاهده على الشاشة هنا خلفي هو صورة للشمس أطلقتها الوكالة الوطنية الأمريكية للفضاء المعروفة باسم ناسا حيث تظهر هذه الصورة عاصفة شمسية ووهجا كبيرا وكانت ناسا قد أوضحت أن هذه العاصفة بدأت يوم الخميس الماضي ومن المحتمى أن يصل تأثيرها البسيط إلى الأرض في غضون 24 ساعة خبراء الأرصاد الجوية كانوا قد توقعوا تأثيرا بسيطا جدا على نظم الاتصالات وشبكات الكهرباء سأبقى مع هذا الموضوع ولكن سنعرض للفيديو الذي نشرته ناسا على موقعها الإلكتروني الخاص بما وصفته بعاصفة شمسية متوقعة خلال الساعات الـ 24 المقبلة هكذا بدأ الفيديو الذي نشرته ناسا للموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الشمس نلاحظ هنا بعض التأثيرات بعض الإضاءة هذه هي الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الشمس تأثيرات هذه العاصفة الشمسية تبدو أكثر ما تبدو بالتأثير على الاتصالات اللاسلكية أيضا هناك تأثيرات كبيرة على التقص على المناخ وعلى اضطرابات هذا التقص وتتجلى هذه التأثيرات بزيادة احتمالات الزوابع وكذلك الأعصير فوق المحيطات إذن ما صدر عن ناسا هو أن العاصفة الشمسية متوقعة خلال الساعات الـ 24 المقبلة تأثيرات مفترض أن تكون بسيطة إما على الاتصالات وتحديدا اللاسلكية منها وكذلك على التقص وهنا الحديث عن الزوابع والأعصير فوق المحيطات على وجه الدقة والتحديد ترجمة نانسي قنقر